اشتركوا في القناة وما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فكل خير نالته هذه الأمة كان على يديه وكان بسببه صلى الله عليه وسلم ولا يخف علينا جميعا أن هذه النعمة الكبرى هي أصول كل النعم فوجب علينا أن نذكر الله ونشكره ونزل قول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يقول الحق سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فاذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء واذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي وخصوني أيها المؤمنون بالشكر قولا وعملا وَلَا تَجْحَدُوا نِعَمِي عَلَيْكُمْ لما يقول في القلب من الإيمان أما الذكر باللسان فقط فهو أقل القليل وهو ذكر الغافلين هل أنت في هذه الدنيا عند الله حي أم ميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت هل تشعر في هذه الدنيا بالضآلة والضياع والإهمال والتهميش؟ الحل في هذه الآية فاذكروني أذكركم هل أنت ممن ضاع عمره وهو يلهث خلف البشر لينال التقدير والإحترام ولم يحصل عليه؟ الحل في هذه الآية فاذكروني أذكركم هل تشعر أنك في هذه الحياة وحيدا لا أهل ولا أصحاب ولا أحباب؟ هل تريد الحصول على السعادة والأنس وراحة البال؟ الحل هنا فاذكروني أذكركم الشهرة الحقيقية ليست على هذه الأرض ولكنها في السماء وأنت تعرف الطريق جيدا فاذكروني أذكركم وكيف أتيقن أنني أذكر الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؟ لابد من توفر ثلاث شروط الإخلاص لله أن يكون موافق لشرع الله ألا يشغل عن فرد واجب ولماذا لا نذكر الله في كل أوقاتنا وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمده؟ فلماذا نمر بجوار المسبحين ولا نسبح مثلهم؟ وعجبا لمن يبحث عن مفتاح السعادة في هذه الدنيا وهو بين يديه ولكن لا بد أن تكون البداية منك فاذكروني أذكركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فلماذا نترك هذا الثواب العظيم؟ رحمة مغفرة سكينة ملائكة حفنا الله عز وجل يذكرنا في من هو عنده ومهما كانت شكواك في هذه الدنيا فلن تماثل ما كان فيه سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت أتدري ما الذي نجاه؟ أجل إنه ذكر الله قالها بصدق ويقين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وجاء عربي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أي العمل خير؟ قال أن تفارق الدنيا ورسانك رطب من ذكر الله أتدري ما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دور كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتخيل معي لو أن أحدهم قال لك أن رئيسك في العمل ذكرك بخير أو أن ملكا من ملوك الأرض أثنى عليك فأي فخر وأي سرور تشعر به وها هو ملك الملوك يذكرك في من في الملأ الأعلى فأي فخر وأي سرور وأي سعادة نحصل عليها بذكر الله والجزاء من جنس العمل ولكن شتان بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده فاذكروني أذكركم واشكروا لي بالقلب واللسان والجوارح بالقلب واللسان ذكراً وبالجوارح عملاً فيما يحب الله ويرضاه وشكر النعمة سبب لبقائها ونمائها قال الله تعالى لإن شكرتم لأزيدنكم والعبد الصالح ما بين نعم يتقلب فيها وما بين طاعت يوفق إليها وكلاهما يحتاج إلى شكر فاشكروا الله وقام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فسئل عن ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبداً شكورة ومن شكر الله عرف حجمه الحقيقي ونزع الغرور من نفسه وعكس شكر النعمة كفران النعمة ويكون أيضاً باللسان والقلب والجوارح فيسخط اللسان على قدر الله ويسخط القلب على نعم الله رغم أنها كثيرة لا تحصى ولا تعد وتستخدم الجوارح في معصية الله فهل نحن ممن شكر الله على النعم أم ممن كفر النعم قال الحسن البصري إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره جزاكم الله خيراً